طيب نروح للتعليم بقى بروتوكول بين التعليم ومدينة الجلود وده يمكن يبقى تبره من الأخبار المهمة والاستجابات في تطوير منظومة التعليم في مصر ده اللي صرح به سيد يحيى زلط عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مدينة الجلود قال إن المدينة بتعد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعليم الطلبة والتدريب على المكينات طبعا طلب التعليم الفني بشكل مباشر جدا بعيد عن التعليم النظري والحفظ وخلاص والمدينة دي فيها 13 مصنع لازم نشتغل عليها بشكل مكسف ومختلف وفكر مختلف جدا أوضح ظلط كمان إنه تم تخصيص 1200 متر داخل مدينة الجلود وتم عمل مبنى كامل على المساحة دي مساحة 1200 متر علشان يدربوا فيها الطلبة على مكينات صناعة الجلود الحديثة وتم الاتفاق فعلا إن يكون للطلبة يوم في المدرسة للدراسة النظري واليوم اللي بعديه يكون في المدينة للتدريب العملي يعني يوم كده ويوم كده ولفت إلى إن المدينة سوف توفر وسيلة مواصلات للطلبة علشان يعرفوا ينتقلوا من المدرسة لمدينة الجلود وكمان هيكون فيه وجبة غزائية للطلبة عشر رئيس مدينة الجلود في نفس السياق لإنه تم الانتهاء لغاية دلوقتي من 95% من المدينة ما كويس جدا وإنه تم هيتم كمان تسليمها بشكل نهائي آخر العام الجاري 2018 وإنه تم العمل بشكل مكسف لسرعة تسليم المدينة بما توفره من عملة طبعا وتوفر أو بتقلل عدق البطالة وكمان بتعزز صناعة المنتجات الجلدية في مصر اللي يمكن يعني اندسرت الفترة اللي فاتت وأن احنا أكيد هنستعين طبعا بالخبرات السابقة بس هتكون المنظومة الصناعية في مجال صناعة الجلود مهمة جدا وده يمكن الحمد لله احنا احنا كنا الاسبوع الفات كنا بنتكلم على موضوع أو كنا مخصصين فقرة للتعليم الفني واتكلمنا فيها عن أن لازم الطلبة أثناء الدراسة يشتغلوا أثناء الدراسة يتعرفوا على المكينات ويتعرفوا على المصانع ويقدروا أن هما يكونوا زي ما بيقولوا كده عندهم حتى خبرة مسبقة عشان لما يتخرج من المدرسة ويخرج لسوق العمل يبقى محترف يعني أو يقدر يشتغل بسهولة مش لسه حياخد بقى شهور من التدريب أو يبقى خارج حافظ شوية كلام بس ملوش علاقة بسوق العمل فدي يمكن من الأخبار المهمة اللي حبينا نقولها طيب